مشروع صيانة وصناعة السفن وقوارب الصيد بولاية الطرف مشروع له النفع الكبير على مهني الصيد البحري لعدة عوامل يعددها لنا المهنيون تنخلق مجال لهذه الورشة التي تتعوض وتقلل من عناء وتنقل المهنيين الصيد البحري بولاية الطرف إلى الجارة تونس لإجراء عمليات الترميم والصيانة لسفنهم هذه الصيانة التي تتم دورين وبالتالي فهي عملة صعبة المشروع راح ماشي راح تقريبا في 90% وراح ينطلق في سوداسي الثاني من سنة 2024 راح ينطلق في الإنتاج إن شاء الله العاملون بمناء القولة أكدوا أن المشروع يعد إضافة حقيقية لهم ويمكنهم من تصليح وسيانة سفنهم في وقت وجيز من جهة وقدر تقليص فاتورات العملة الصعبة من جهة أخرى علاوة على توفير مناصب شغل علاوة تكون عندنا هنا ما شاء الله الله يبارك على قريبة يخرج تكون ناقص تكاليف والبحري ثاني يكون يرتعي يخدم الصباح ويروح إن شاء الله لدارو بلاي يتدوش وصباح ثاني يجيك ماشي ماشي كونش وهذه إن شاء الله حاجة بايا حاجة تفرح إن شاء الله اللي قل ينرجع هنا في القالة وماذا بيتنا الشباب هنا يتعاملوا لهنا خير خرم يروح لتونس ويخسر المدى يخسر دراهم ويخسر من هنا ماذا بيتنا نحن قل ينرجع هنا الشباب كل يخدم حاجة إيجابية نقول له كل شتير بلاس نحافظوا على العملة الصعبة اليد العاملة اليد العاملة تقول لي كم نقوله نحن نشوف كده شتدخل لنا واحد وتخدم لنا واحد ترسيده هكذا مشاريع على أرض الواقع يصبو إلى تعزيز البنى التحتية لمختلف القطاعات وكذا خلق الثروة لتعزيز الاقتصاد الوطني